حس طلاب خلي نتعرف اكثر على برنامج الpowerpoint الpowerpoint قلنا يتكون من سلايدات السلايدات هي عبارة عن صفحات اذا هاي عندي هاي الصفحة الصفحة الاولى هي تطلع لي بالبرنامج اذا اريد اكثر من صفحة انا اضيف اشان اضيف هاي الصفحات عن طريق هاي الايكونة الموجودة هنا هاي موجودة عليها ال new slide هاي الايكونة شوفوا طلاب من ادوس ال new slide راح يطلع لي بالجانب الايمن من ال من الصفحة ماتي راح يطلع لي سلايد جديد شوف هنا اذا تريده new slide يقولك تريده title slide باع محتوياته ياما يحتوي على title العنوان ياما title on content يعني فوق title وجوه محتوى section header يعني ترئيس فقط هنا two content يعني تقدر تكتب العنوان فوق وتكتب مقارنة محتويات اثنين هنا شي يقول لي يقول لي تكتب title والتيتل هم تقسمه كل قسم الى title خاص title only بس عنوان معين اذا نعدي مجموعة هاي الصحولها احنا قلنا عليها styles او design لازم من تختاره راح يكون معمم على جميع السلايدات الموجودة مع عدد السلايد الاول راح يحتوي على العنوان وباقي السلايدات راح تكون كلها بنفس الشكل يعني اذا اختارينا هذا الدزاين راح يكون كل دزاين للسلايدات او السلايدات نفس الدزاين اذا اختارينا هذا نفس الحالة فلازم نعرف احنا شي نريد نختار هسا اول شي راح نختار اللي هو التقليدي اللي هو هذا راح يكون هذا النوع title and content انطي نيو سلايد شوفوا طلاب هنا طلع لي صفحة ثانية راح اضغط مرت اللغ انتبهوا اياي اضافت لي صفحة جديدة هسا الروح المن نرجع للفيزياء الطبية الصفحة الاولى هاي الصفحة الاولى اشتحتوا على العنوان كتبنا احنا العنوان العنوان المن متكون من الفيزياء الطبية اللي هو العنوان الاساسي والعنوان الثانوي هو المرحلة الاولى حسا لنقى بهذا الفيديو اش عدنا اش راح نعرف راح نعرف الرايبون شنو معنى الرايبون الرايبون معنى هذا الشريط هاده الشريط هاده الشريط هاده فايل هوم انسرت ودزاين ترانسميشن وانيميشن وسلايد شاو وريفيو وفيو او طلاب هاده اني كل هن راح نتعرف عليهن وكل وحده شنو فائدتها احنا من نفتح الفايل طلعلي هاي محتويات الفايل اللي هو الفايل البالاحمر وجوا ذنه اللي هي كتو كوبي ونيو سلايد ولايوت وريسيرت وكل هن ذنه محتويات المراجعة للفايل عفو للهوم للهوم احنا مقشرين الهوم الانسرت بنضغط عليه باعوه طلاب ادراج راح تتغير المعلومات الموجودة جوه يعني كل وحده لها مجموعة بيانات هاي البيانات نقدر نستفاد منها باعو التصاميم خلينا التصاميم تلعت لي تصاميم جديده اذا اختار اي تصميم من هاي التصاميم باعوه وين صارت صارت بالصفحة الاساسية ماتي ترانزميشن حركة هاي الحركة شوفوا السقاني عندي كذا ورقة اريد هاي الحركة ترجمة نانسي قنقر